بعد أن تظهر النتائج لا تنفع المكابرة وإخفاء الآثار ويرغم الخاسر على الاعتراف بهزمته نظام إيران الذي طالما كبر على نفسه وادعى أن العقوبات الأمريكية ليس لها تأثير عليه يقر الآن وعلى لسان حسن روحاني أن العقوبات الأمريكية كبدت إيران خسائر باهضة تصل إلى 215 مليار دولار منذ شهر أيار عام 2018 وكل ذلك نتيجة تشل حركة تصدير عاصب الاقتصاد الإيراني النفط الذي طالما اعتمد على إيراداته في بناء الميليشيات وتسليحها ونشرها في دول المنطقة خدمة للمشروع التوسعي الممثل الأمريكي السابق لإيران براين هوك أشار إلى أن تكبد إيران هذه الخسائر الكبيرة يدل على فاعلية الضغوط الأمريكية في إنهاك النظام الإيراني وإجباره على الرضوخ للشروط الأمريكية إثمار العقوبات الاقتصادية دفع الولايات المتحدة إلى تصعيد ضغوطها على إيران وطالبت بتمديد فرض حضر الأسلحة عليها لكن رفض عدة دول في مجلس الأمن للتوجه الأمريكي جعل واشنطن تبحث عن خط أحادي لمواصلة الضغوط على إيران متهمة كل من عارض حضر الأسلحة على طهران بالوقوف في صف الإرهاب الإيراني وبغض النظر عن مخرجات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإيران فإن أمريكا مستمرة بسياسة الضغوط عليها معتمدة النفس الطويل والحرب الناعمة لكن مراقبين يرون أن معركة النفس الطويل تمكن إيران من إيجاد بدائل والبحث عن منافذ للتخفيف ضغوط العقوبات الأمريكية وبالتالي تتمكن ميليشياتها من التعايش مع واقع العقوبات وتستمر في سياستها التخريبية إسقاط النظام الإيراني يحتاج إلى خطوات أكثر جرأة وفاعلية وتعتمد على الضربات القوية التي من شأنها أن تغلق كل الأبواب التي قد يلجأ إليها هذا النظام لينهض من جديد